تقدم جديد تحرزه قوات الجيش الوطني في جبهة القبيتة بمحافظة لحجة تقدم الجيش الوطني جاء بعد هجوم مباغت تكلل باستعادة التبة الحمراء واقتحام مواقع محيطة بات بعضها تحت سيطرة الجيش الوطني والبعض الآخر تجري السيطرة عليه ناريا هجمات الجيش الوطني بدأت بتغطية نارية من جبل الحمام توازت مع اقتحام خاطف نفذه أفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على اتباب الاستراتيجية مرورا بالأطراف الشمالية لمنطقة ثوجان ووصولا إلى موقع نجد الوزف الذي يشكل نقطة اتصال بين عدد من الطرقات بعد معارك عنيفة أسفرت عن مقتل نحو سبعة من الميليشيا وقتيل من أفراد الجيش تمكن عدد من عناصر الميليشيا من الفرار نحن الآن نقف على قبل الحمام الاستراتيجي ونسيطر سيطرة نهرية على منطقة نجد الوزف ومنطقة نجد قفيل وهي تع سيطرتنا النارية وما زلنا نصد عدد سلولات يومية تصل إلينا وما زالهم يدفعوا بميليشياتهم لكي يستعيد القبل هنا تمكن الجيش الوطني أيضا من استعادة بعض المواقع العسكرية مؤخرا إثر نجاحات مماثلة في أماكن أخرى خلال اليومين الماضيين أبرزها استعادة المجمع الحكومي والوحدة الصحية في منطقة ثوجان في مؤشر على تبدل المعادلة العسكرية في الجبهة لصالح الجيش الوطني لا سيما بعد تحوله من موقع الدفاع إلى موقع الهجوم اشتركوا في القناة